تفقد وزيراء النقل الدكتور عبدالسلام حميد والدفاع الفريق الرقم محسن الداعري سير العمل والحركة الملاحية في مطار عدن الدولي وطلع الوزيران على عدد من المشاريع الحيوية والهمة والأعمال التكميلية الجاري تنفيذها في المطار بإضافة المساحات والمواقع المزمع إنشاء هنجر الصيانة الإقليمي لشركة طيران الخطوط الجوية اليمنية فيه وموقع آخر لإنشاء معهد الطيران المدني ووجه وزير النقل كل من هيئة الطيران والمختصين في المطار بسرعة إنجازئية عمل تكملية والإسراع بتسليم هنجر الشحن لشركة الخطوط الجوية اليمنية وفقا للتفاهمات السابقة لنقل طرود الشحن والعفش من صالة المطار إلى هناجر الشحن بما يحد من حالة الازدحام في الصالات وتسهيل إجراءات ومعاملات المسافرين الواصلين إلى المطار